الحاجات اللي البنات بيغلطوا فيها كتير جدا وديت قابلتني مشكلتين بسببهم عملنا عملية في القرانية ان البنات فاكرين ان المية حلوة جدا ان انا اخسل بيها العلبة بتاعة العدسات مستحيل المية دي تلوث بالنسبة لنا تمام وفيها ميكروب خطير جدا اسمه اميبة انا لما اجي هستعمل العلبة بتاعة العدسات لازم اخسلها بالمحلول بتاعة العدسات يا انا اششفها سيبها تانشف لوحدها يعملها بقطن ما فيش مناديل مناديل دي مهما ان كانت برضو معمولة ريسايكلينج كده مش معقمة كفاية ايه دي لازم تكون ناشفة كمان انا ما بلهاش ميا كده وامشي بيها لان انا بنت عندي عملت زرعة قرانية بسبب ميكروب في العين مسك في العدسة ولبست العدسة واستحملت البن والقلم اللي كان موجود فيها بوازة الكورنية بعد كده انا بقول بس ده مشكلتين بساطة ان احنا التعقيم بتاعها والوقت بتاعها اهم حاجة انت تركز عدم انت هتلبس لنس ان انت تبقى واخد بالك انا عقمت العدسة ازاي تمام ايدي واخدتها ازاي من المحلول تاني حاجة الوقت بتاعها احنا قبل الناس حتى ما تيجي لما ييجي يعملوا الليزك انا بطلب منهم انهم يقلعوا اللينسز اسبوع قبل ما عمل لهم الاشياء اللي قبل الليزك لانا بتقصرها كورنية